أهلاً وسهلاً بحضرتكم الأستاذة سورية اللي بتسأل عن معنى قول الله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر هي بتقول إيه معنى النسيء؟ النسيء ده هو معناه التأخير لأنهما كانوا في الجاهلية بيقدموا ويأخروا الشهور كما يعني على هواهم يعني كي يفعلوا ما يشاءون لأن فيه أربعة أشهر حرم معروفة أنها حرم ممنوع فيها القتال ومعلوم ده وربنا سبحانه وتعالى منذ خلق السماوات والأرض محدد الأربع أشهر الحرم فطبعاً كانوا بيأخروا ويقدموا في الأشهر عشان يعني يعيشوا على هواهم يعني ما بقاش فيه محظورات عليهم ولما جي النبي عيسى والسلام حدد هذه الأشهر وكذلك أكد الله هذا الأمر في كتابه العزيز في قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله إلى نهاية الآية الكريم ده معنى كلمة النسيء بالنسبة أنه كيفية التطهر من الجنابة وهل لابد أو من الحيد لابد البدء بالشق الأيمن الأول بعد كده بالشق الأيصر الأصل أو الواجب هو تعميم الجسد كله بالمية بعد إزالة ما قد يكون علق بالإنسان من بعض النجاسة الحسية وما دون ذلك سواء في غسل الحيد أو في غسل الجنابة اللي بقى يزيد عن كده اللي من بعض السنن هي من السنن الواردة عن حضرة النبيع الصلاة والسلام مثلاً في غسل الجنابة بنبدأ بيئة الشقة الأيمن وبعد ذلك بيئة الشقة الأيصر وبعد السنن الواردة فيها في أثناء هذا الاغتسال كل دي من باب السنن أنا لو بس عممت الجسد بالماء تم الاغتسال يا صاحبة السؤال وما زاد فوق ذلك هو من باب السنن إن شئتي عملتها تاخدي سوابه ما عملتهوش فالاغتسال سليم ملابس الحيد بنغيرها إذا لم يصبها إذا علق فيها شيء بننظفه إذا لم يعلق فيها حاجة فهي ما بنغيرهاش والحاجة لم تتنجس لأن المؤمن نجسة هنا نجسة حكمية يعني مش المؤمن نجس وبقى نجس لا دي نجسة حكمية ترتب إنه لما يكون في حيد ما ينفعش إن أنا صلي وعب لما أطهر لابد إن أنا أغتسل كل دي أحكام مترطبة بهذه الحالة لكن سبحان الله إن المؤمن لا ينجس إذا أصابت الثياب شيء على طول بنغسل ما أصاب الثوب من مثل هذه الأمور كدم الحيد أو ما شابه ذلك